هذه الصورة ليست لأهوار الجنوب أو منطقة النائية في أطراف المحافظة إنها المستشفى الاسترالي في منطقة التحرير وسط مدينة بعقوبة الذي توقف إنشائه قبل عشر سنوات وطالب أهالي المنطقة وزارة الصحة والجهات المختصة بإعادة تنفيذ المشروع الذي أثر سلبا على تقديم الخدمات في المناطق المحيطة بالمستشفى الاسترالي صار لها بالعشر سنين لا يعني أي مسؤول يأتي طبعا يكشفون عليها وها احنا اليوم راح نسويها وباتش راح نسويها وهي مدبوبة هي هي أولا أصبحت مكبل النفايات أصبحت يعني مأوة للكلاب السائبة والحيوانات الأهالي دائما يشكون منها المستشفى الاسترالي في بعقوبة حقيقة يعني منذ إنشائه ويعتبر من المشاريع المتلكة وهذا يعود إلى شبهات كثيرة من الفساد التي تحيط بهذا المشروع لا سيما أن الناطق المحيطة في هذا المشروع كلها مناطق متضررة لأنها مناطق بزل ومناطق مياه وبالتالي تكون عرضة الأمراض وأعتقد يعني آل الأوان لمراجعة هذا المشروع الكبير وإصلاحه وإكماله من قبل وزارة أو من قبل الجهات المتنفذة الأخرى هذه تكمل يعني رحمة لديالة رحمة يعني مستفاد من عدها المريض المستشفى راغية هذه هذه تكمل فيما أعلنت إدارة صحة ديالة أن المستشفى يعد من المشاريع الكبيرة التي كان مفترضا أن تكتمل قبل عشر سنوات مضيفا أن اكتماله سيحقق طفرة بالواقع الصحي في المحافظة لافتا بأنه تم تجييد العقد مع الجهة المنفذة وستباشر بالعمل خلال الأيام القادمة بعد إنهاء جميع الأمور المعرقلة التي حالت دون اكمال المشروع منذ سنوات عدة تم رفع الحضر عن الشركات ومعاودة العمل تم تسليمهم الموقع وبدأوا الإجراءات الأولية في العمل وإنجازه أحنا قدمنا تسهيلات اللي لازمة نتأمل أنه يكون المشروع في وقته المحدد وميت لك أمرت اللخ خسرنا الشكل كبير جدا في ديالة لكننا نتوقع هذا المشروع أنه بنين عليه أمال وكان ممكن أن يخدم كل أبناء المحافظة وكذلك كان ممكن أن يكون مركز تدريبي للأطباء الجدد وكذلك لطلاب كلية الطيب وكليات التمريض اللي موجودة أكوام نفايات وكلاب سائبة ومواد انتهت صلاحيتها ومبالغ صرفت وخدمات توقفت ويتأمل أهالي المنطقة أن يكون المستشفى الأسترالي نعمة وليس نقم عليهم وأن يعاود العمل بهذا الصرح الطبي الكبير من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائية